تهي يا حبايب قلبي يما نعمل افكار سهلة وبسيطة بالعلم اللي عندنا انا كان عندي دي الحصالة كنت اعملكوا فيديو الحصالة فبصراحة استحرمت ارميها فحبيت اعملها حاجة استفاد بها في المبه حاجة كده يبقى شكلها جميل جدا والرمضان حاجة كده اي حاجة ما ترموهاش يعني انا كنت شايا الحصالة دي ب25 جنيه ارميها لا امرماش طبعا عندي بقى الورق بتاع رمضان بتاع السنة اللي فاتت حواليكوا بقى انا هعمل فيها ايه هستفاد بها بقى احط فيها معالي احط فيها شوك احط فيها المغرفة والحاجة بتاعت الكبيرة دي وبقى شكلها برضو جميل جدا وهنزغرفها بترقية حلوة جدا وحطها في المبه بص بس الاول بس نعمل بالراحة كده ايه الغطة بتاعها ده اهم حاجة يا ولاد وانتوا بتعملوا تخلوا بالكو عشان ما تتعوروش بص يعني انا بعملها بالراحة واحدة واحدة بصراحة كان عندي اللازق بتاع الجزء اللي هو فيه لزقبيل ازاز هعمل به بقى ايه هلزقبيل احنا هنبتدي الفترة الجان نزبط بقى حاجات كده مع بعضنا عشان رمضان خلاص كل سنة وانتوا طيبين ونبتدي نفرش المبخ مع بعض كده هوروكوا واحدة واحدة ونبتدي بقى عشان شهر رمضان كل سنة وانتوا طيبين ده للصيام والصلاة فهنعمل حاجات نبقى ايه نسهل على نفسنا افكار سهلة وبسيطة وتعملها من بيتك يعني انت ممكن تشيل الحاجات دي من بره بالشئ الفلان يقولك اصلاح عشان حاجة رمضان لا ده انت ممكن تجيب الورق ده انا كنت جابها من السنة اللي فاتت فبص انا شيلت بقى خلاص بص بس اللي عليك ان نرمين فهبز ادي الورق بتاعي انا كنت جابها للسنة اللي فاتت الاربعة بعشر ياولاد السنة ده الله اعلم ممكن تكون الاتنين بعشر بس انا كان عندي يعني فانا هلزقه هيطلع شكلها جميل جدا هستفاد بيها افكار سهلة وبسيطة ان احنا نستفاد تفيد وتستفاد بصي انا هعملها كده هعملها بقى واحدة واحدة بصي شاكوش وسكنت وحكتي بصي انا هنا هلزقها بقى الاول هبتدى هلزقها الاول عشان ما ايه طبعا برضا عشان ما عوز اخسلها متى الورقة مصلحش يا البتاع عمالة تحارب معاي احارب معاي وتحارب معاي هنا بالراحة كده بحط اول طرف اول طرف عشان نلزقها افكار سهلة وبسيطة واي حد يعملها جميلة جدا احنا مشير الحاجات دي بشير الفنانة من بره بتعجبنا وبتبقى عالب والله وحاجات ملهاش لازمة وتحطيها في المطبخ شكلها جميل جدا تحط بقى المعالق السككين الكبيرة الحاجات انت تستعملها على طول دي وشكلها جميل جدا طبعا في المطبخ انا هتديك شكل جميل جدا انا غالط ان انا عملت كده باللزق بايدي خلى ايدي كلها خشنة وشكلها مش حلو فادية محد شان ما تيجي تعملها تتبسي جوانت او على حسب اللزق اللي انت جايباه انا هنا بقى هلزقها من جميلة دي بصوا بص انا حاطيت كله باش نلزقها مرة واحدة الفكرة دي جميلة جدا يا ولاد وسهلة وبسيطة بصوا بصوا جاملها انت الوقت هتعجبكم الفكرة لما اعملها بصي انا غالط بصي ما تغلطوش غالط لما تيجي لو عندوكو لازق جامل جدا زي لانا كنت بس تعملوا ده لازم تلبسوا جوانت او اي حاجة في ايديكو لان انا اخدني بعاشر ميعان بس اتمنى تشاركوا في القناة عشان تشوفوا الافكار وكل حاجة احنا بنعملها واتطبخوا بكل حاجة اللي احنا بنعملها اولا بصوا بقى الفكرة دي بصوا جاملة جدا بصوا بقى كمال لما نحط المعالق فيها هتوديها في حتة تانية انا هنا بقى حطيت من جوه برضو هزبطها انت تصدقين دي علبة بتاعت اللي حصلة عمرك ما تصدق بصوا وهلزق برضو من هنا عشان تبقى ايه حدش يصدق ان دي اللي علبة بصوا صبتها كلها كده بصوا بقى ايه رأيكو تستهل ولا ما تستهلش شكلها جميل جدا لو حطيتها في المطبخ ورمضان جاي كل سنة وانتو طيبين بصوا جميل دوسوا لايك بقى اشتركوا في القناة